مرحبا بكم من جديد ملخص اليوم لرواية فتاة من ورق غيوم ميسو هذا الملخص مقدم من قناة ملخصات كتب ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب الحب والصداقة التركيبة العجيبة لحظات الضعف هي نافذة هشة تسمح لنا بالخروج منها لعوال ما لم نتوقع يوما أن ندخلها فتجدنا أحيانا نتعلق بالخيال ربما لنثبت لأنفسنا أننا ما زلنا قادرين على لملمة شتات أنفسنا والمضي قدما نحو ما نريد وفي خدم ما نحن عليهم من انكسار يبقى للصداقة القدرة العجيبة على لملمة جراحنا وكفكفة دموعنا فالأصدقاء الحقيقيون هم توق ناجاتنا هم الوحيدون القادرون على الأخذ بيدنا في لحظات ضعفنا في هذه الرواية ستعيش تجاربا تأخذك بين اليأس والأمل بين الخيال والواقع بين الحب ومرارة الفشل فيه ستكتشف الجوهر الحقيقي للصداقة بداية السقوط تبدأ أحداث الرواية بقصة حب بين كاتب ناجح يدعى طوم بويد وعازفة بيانو مشهورة تدعى أرور لا تلبث هذه العلاقة أن تنتهي تاركة وراءها مبدع ثلاثية الملائكة الرواية التي وضعت كاتبها على طريق الشهر والثراء تتركه في حالة من الكآبة والانكسار ويدخل في حالة من إدمان العقاقير المنومة في محاولة منه للنسيان يحاول صديقه المقرب ومدير أعماله ميلو الذي كان سببا في خسارته من خلال دخوله في استثمارات متهورة أن يعيده إلى الحياة حبا له من جهة وحرصا منه على أن يكمل ثلاثيته التي تبقى منها جزءا لتكتمل والتي تعد بصيص الأمل الوحيد لهما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن دون جدوى الخيال يصبح حقيقة وهنا تظهر في منزله فتاة تدعي أنها سقطت من بين سطور إحدى نسخ روايته التي يبلغ عددها مئة ألف نسخة والتي تحتوي على خطأ مطبعي يجعل من الرواية تنقطع عند صفحة مئتين وستن وستين وتبقى باقي الصفحات بيضاء مما دفع الدار لسحب جميع النسخ ما عدا تلك النسخة التي سقطت منها الفتاة المزعومة تدعي هذه الفتاة أنهما من سبيل لعودتها لعالمها الخيالي داخل الكتاب سوى إنهائه لروايته ولكن الكآبة تسيطر على طوم وهو عازم على ترك الكتابة ويعيش على ذكرى أرور وهنا يجري اتفاق بينهما أنه إذ ما استطاعت بيلي الفتاة الخيالية إعادة أرور لطوم فإنه حينها يكمل الرواية البحث عن الذات وهنا يبدأ مغامرة ليصل للمكسيك حيث تقيم أرور مع حبيبها الجديد في منتجع فخم ويلحق بطوم وبيلي صديقات طفولة ميلو وكارول وحاولة منهما لدعم صديقهما وهناك في المنتجة تدور مجموعة من الأحداث حيث يلتقي طوم بأرور وحبيبها ونتعرف على سر نجاح رواية ثلاثية الملائكة على لسان كارول صديقة طفولة طوم وعلى دوره في وضع حدا لمعاناتهما كذلك تستطيع بيلي الشقية أن تنتزع بعض المشاعر من قلب طوم ومن ثم تمرض بيلي ويظهر بالفحوصات أنها فعلا فتة من ورق حيث أنها تتقيأ الحبر ويحتوي دمها على السيلولوز فيقرر طوم أخذها لفرنسا للعلاج عند طبيب ترشح له أرور الأحداث تتغير وتبدأ رحلة علاج بيلي وتبدأ مغامرة صديقاه كارول وميلو في عدة دول للبحث عن نسخة الكتاب المفقودة وذلك لارتباطها بمرض بيلي يرسل الكتاب لعدة دول وفي كل مرة يحصل عليه شخص مختلف بقصة مختلفة نهاية غير متوقعة وفي النهاية يعود الكتاب عن طريق مصادفة وتتماثل بيلي للشفاء بعد أن تملكت قلب طوم تجد نفسك كلما تقدمت في صفحات الرواية متورطا أكثر لتعرف النهاية غير المتوقعة أو ربما النهاية المنطقية والتي نترك لك عزيزي القارئ متعة المضي قدما في الرواية لاكتشافها لتجد نفسك عند انتهائك من هذه الرواية في حالة من الأمل بوجود الصداقة الحقيقية والحب الحقيقي الذي تستحق وبهذا نكون قد قدمنا لكم ملخص رواية فتاة من ورق شكرا للمتابعة نتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وكتابة رأيكم في التعليقات فهذا يساعدنا على المواصلة في تقديم المزيد من الملخصات قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يديك في ملخص